يتم تعريف سرطان الثادي المرتبط بالحمل بأنه تشخيص لسرطان الثادي عند المرأة أثناء فترة الحمل أو في خلال السنة الموالية للولادة يمثل من 1 على 3 ألاف إلى 1 على 10 ألاف من حالات الحملة ما يعادل 2 بالمئة من حالات سرطان الثادي بشكل عام و16.5 من الحالات قبل سن الخامس والثلاثين ثلث الحالات يتم تشخيصها أثناء فترة الحملة وثلثي الحالات بالسنة الموالية للولادة ينتج سرطان الثادي من تكاثر خلايا غير عادية في الثادي تدعى الخلايا السرطانية التي تأخذ شكل ورمين خبيث يظهر سرطان الثادي في الأغلب في قنوات الحليب التي تنقل الحليب إلى الحلمة ما يسمى سرطان الأقنية إذا تطور السرطان في الفصيصات وهي العودة المنتجة للحليب فإنه يسمى السرطان المفصص يمكن أن يكون السرطان موضعي أي لا يغزو الخلايا المجاورة أو على العكس يتسلل ويغزو الخلايا المجاورة ويسمى السرطان المتسلل في هذه الحالة يمكن أن ينتقل إلى الأعضاء المجاورة وهذا ما نسميه السرطان المنتشر لهذا السبب من المهم اكتشاف السرطان مبكرا قبل أن يتطور ولا يجب تأخير تشخيص أي كتلة يتم ملامستها في الثادي لأنها ممكن أن تكون سرطان كأطباء عندما نتحدث عن سرطان الثادي والحمل أول ما يتبادر إلى ذهننا هو أن الحمل يحمي من الإصابة بسرطان الثادي وهذا ما أثبتته جميع الدراسات حيث أن المرأة التي حملت مبكرا وأنجبت العديد من الأطفال تكون أقل عرضة للإصابة بسرطان الثادي من المرأة التي لم تنجب أي طفلة وينطبق هذا التأثير الوقائي للحمل بشكل خاص على السرطانات التي تحدث بعد انقطاع الدورة الشهرية حيث ينخفض الخطر بنسبة 7% تقريبا لكل ولادة وكلما كانت المرأة أصغر سنا أثناء حملها كلما انخفض الخطر بنسبة 3% سنويا هذا التأثير الوقائي للحمل يرتبط بحقيقة أن الحمل سوف يمايز الثادي أن يجعل الخلايا ناضجة بتحويله في اتجاه الرضاعة الخلايا المتمائزة أو الناضجة تكون أقل حساسية للعوامل المسرطنة من الخلايا الغير ناضجة يبقى الثادي مكونا من خلايا غير ناضجة طالما لم تحمل المرأة ولم ترضع وهذا ما أثبتته الدراسات سنة 2016 على انفجار هيروشيما حيث لوحظ إصابة المراهقات والنساء الأقل من 30 سنة بسرطان الثادي أكثر من النساء الأكبر سنا تشخيص سرطان الثادي أثناء الحمل عادة ما يكون متأخرا بـ 2 إلى 15 شهرا نتيجة للتغيرات التي تطرأ على الثادي حيث يصبح أكثر كثافة وأكبر حجما وأغنى بالأوهي الدموية مع تراكم الحليب وهذا ما يجعل الفحص الطبي والإشعاعي صعبا اكتشاف كتلة في الثادي يتم معادة بالفحص الذاتي أو الفحص الطبي الذي يجب أن يكون منهجيا ومستمرا عند المرأة الحامل في أول الحمل قبل أن تحدث تغيرات كبيرة في الثادي يتم بعدها الكشف الإشعاعي للكتلة إما بالماموغرافي مع حماية البطن بحاجز من الرصاص لأن الأشعة الصينية تشكل خطرا على الجنين لكن في معظم الأحيان يكون قراءته وتفسيره صعبا نتيجة طبيعة الثادي عند الحامل لذلك يلجأ الأطباء عادة إلى الموجات فوق الصوتية الذي يحتبر الفحص الأمثل للمرأة الحامل لأنه آمن تماما على الحمل وملائم لطبيعة الثادي الرنين المغناطيسي أو الإياغام هو فحص غير مضير للحمل يمكن أن يوصف لك لتحديد مدى تغلغ للورم في الثادي ودراسة أبعاده بالنسبة للأنسجة المجاورة وأخيرا الخزعة وهو فحص لا يمكن الاستغناء عنه لأنه الوحيد الذي يؤكد أو ينفي حقيقة وجود الورم يتم من خلاله أخذ عينات من الكتلة التي تم تشخيصها بالأشعة تأخذ العينات بواسطة إبرا مع الاستعانة بالموجات فوق الصوتية لتحديد مكان الورم بدقة ثم يتم أخذ العينات لدراستها في مصلحة علم تشريح الأنسجة حيث يتم تحديد نوع الورم إن وجد وتحديد معلومات أخرى مهمة مثل نسبة انقسام خلايا السرطانية التي يمثلها الكائي 67 الذي كلما كانت نسبته كبيرة أكبر من 20% كلما كان الورم أكثر شراسة مستقبلات الهرمونات الأستروجين والفوجستيرون إذا كانت موجودة على غشاء الخلايا السرطانية نقول أن الورم أقاش موجب وهذا يعني أن الخلايا السرطانية حساسة للهرمونات كما يعتبر مؤشرا جيد وبالتالي يوصف لك العلاج الهرموني لمدة 5 سنوات على الأقل للوقاية من عودة السرطان أما إذا كان أقاش سالب فهذا يعني أن الخلايا السرطانية غير حساسة للهرمونات وهذا يعتبر مؤشرا سيئ لورم شرس وبالتالي لا يوصف لك العلاج الهرموني هرمون الأش أقاش سالب هو هرمون مدمج في غشاء الخلايا العادية دوره تنظيم نمو الخلايا لكن في حالة السرطان فإن عددها يزداد ما يساعد الخلايا السرطانية على النمو فنقول أن الورم أش أقاش موجب ويكون بالتالي مؤشرا سيئا لسرطان شرس أما إذا كان أش أقاش سالب فهذا يعتبر مؤشرا جيدا الفحص الطبي المنهجي للثادي عند المرأة في أول الحمل قبل أن تطرع تغيراته كبيرة على الثادي أمر ضروري لأنه يسبح بالكشف المبكر عن سرطان الثادي في بدايته قبل أن يتطور وينتشر في السلاسل اللنفوية والأعضاء الأخرى ما يتيح للمرأة فرصة للخضوع للعلاج دون تأخير وبالتالي تكون نسبة الشفاء عالية بعد تطور الحمل يصبح من الصعب الكشف الذاتي والكشف الطبي نتيجة تغيرات الثادي وهذا ما يعرض المرأة الحامل إلى تأخر في التشخيص وبالتالي تأخر في الخضوع للعلاج ما يسمح للسرطان بالتطور أيضا وتصبح حظوظ الشفاء أقل بعد تشخيص سرطان الثادي يجب تقييم إمكانية انتشاره في الأعضاء الأخرى كالعظام، الكبد، الرئى والدماغ لكن نظرا لخطورة الإشعاء على الجنين فإن هذه الفحوصات تقتصر على أشعة الصدر مع حماية البطن بحاجز من الرصاص فحص الموجات فوق الصوتية للبطن والحوظة فحص الإياغام أما فحص سكانير والسنتيغرافي فهما ممنوعان أثناء الحمل لأنهما يشكلان خطرا على الجنين فيتم تأجيلهما إلى ما بعد الولادة غالبا ما يرتبط الحمل بتشخيص سرطان شريس قد يستوجب إنهاء الحمل للبدء في العلاج الكيماوي دون تأخير حفاظا على حياة الأم في حالة تشخيص السرطان في بداية الحمل لكن أثبتت المعرفة الحالية في علم الأورام الطبي أن سرطان السادي الذي يحدث أثناء الحمل ليس بطبيعته أكثر فتكا مما يحدث عند المرأة الغير حامل لكن خطورته متعلقة أساسا بي أولا صغر سن المرضات حيث يكون انقسام الخلايا عند النساء الأصغر سنا أسرع منه عند النساء المتقدمات في السن ما يؤدي إلى التكاثر السريع للخلايا السليمة وكذلك الخلايا السرطانية وبالتالي إلى ظهور سرطانات أكثر شراسة وعدوانية ثانيا التشخيص المتأخر لسرطان السادي حيث نتيجة للتغيرات الكبيرة التي تحدث على السادي أثناء الحمل يصعب تشخيص المرض وغالبا ما يكون متأخرا وفي مرحلة متقدمة وهذا التأخر في التشخيص يؤدي إلى محالة إلى التأخر في العلاج ما يسمح للسرطان بالتطور والانتشار ثالثا خيارات العلاج المحدودة الحمل يقلل من خيارات العلاجية لسرطان السادي لأن بعض العلاجات تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة لصحة الجنين مثل العلاج الكيماوي عبارة عن علاج ماسخ يشكل خطرا على الجنين في الفصل الأول من الحمل حيث يمكن أن يسبب تشوهات في الجنين قد تكون قاتلة في بعض الأحيان ورغم أنه لا يمكن الاستغداء عنه في علاج سرطان السادي إلا أنه لا يمكن استعماله عند المرء الحامل إلا ابتداء من الفصل الثاني من الحمل حيث يزول الخطر العلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني يستبعدان تماما من علاج سرطان السادي أثناء الحمل نظرا لطبيعتهما المسخية الكبيرة تحدث الأنواع الناسجية المختلفة لسرطان السادي بنفس النسبة عند المرأة الحامل وغير الحامل وبالتالي فإن نوع السرطان هو نفسه يحدث السرطان الأقني المتسلل بنسبة 70 إلى 90% ثم يليه سرطان الفصوص المتسلل والالتهاب السرطاني يكون نادر بنسبة 4 إلى 15% غالبية الأورام تكون عالية الشراسة مثل ما يحدث عند النساء المسناد لا يوجد مانع من مواصلة الحمل في حالة تشخيص سرطان السادي عند المرأة الحامل لأن نسبة الشفاء من السرطان تكون مماثلة لغير الحامل مع عدى سرطان الأشأ أغدو موجب والسرطان المنتشر يجب أن يكون علاج سرطان السادي عند الحامل مماثلا لعلاجه عند غير الحامل العلاج الأنسب لسرطان السادي عند المرأة الحامل يعتمد على مراحل الحامل وعلى مراحل السرطان في كل الحالات كل مريضة لها خصوصيات تبرر اللجوء إلى اجتماعات استشارية متعددة التخصصات قبل أي علاج الهدف من علاج سرطان السادي عند المرأة الحامل مزدوج حيث يجب الحفاظ على حياة الأم وعلى حياة الجنين سرطان السادي المنتشر عند المرأة الحامل مثله عند غير الحامل يمكن أن يصيب أي عضو في الجسم عند المرأة الحامل يمكن أن ينتشر إلى المشيمة أيضا التي تحتبر العضو الوحيد الذي يربط الجنين بالرحم ويمده طيلة فترة الحمل بالماء والأكسجين والمغذيات كما يخلصه من ثاني أكسيد الكربون والفضلات ورغم هذا فهي لا تسمح بمرور كل شيء إلى الجنين ففي حالة سرطان السادي المنتشر رغم إصابة المشيمة إلا أنها تشكل حاجزا منعا لمرور الخلايا السرطانية للجنين بمجرد أن يتم تشخيص سرطان السادي عند المرأة الحامل يجب دراسة خطة العلاج التي تحتمد على عدة عوامل يقدرها كل من طبيب الأوران، طبيب العلاج الإشاعي، الجراح، طبيب أمراض النساء والتوليد والزوجين بحسب مراحل الحمل، نوع السرطان وحجم الورم الهدف من العلاج هو إعطاء المرأة الحامل نفس فرص الشفاء كما هو الحال في غياب الحمل الجراحة هي أول خيار قد يلجأ إليه الطبيب إذا سمح حجم الكتلة بذلك فهي ممكنة في كل مراحل الحامل حتى الفصل الأول دون أي خطر على الجنين مثل المرأة الغير الحامل يمكن اللجوء إلى استئصال كامل الثادي مع السلاسة اللنفوية في الإبطة أو إلى استئصال الورم فقط أي جراحة محافظة العلاج الإشعاعي هو علاج موضعي يستخدم الإشعاع لتدمير الخلايا السرطانية عن طريق منع قدرتها على التكاثر يوصف العلاج الإشعاعي لعلاج سرطان الثادي بعد الجراحة حيث في حالة الجراحة المحافظة يجب أن تتبع مباشرة بالعلاج الإشعاعي لتعقيم مكان الورم بفترة لا تتجاوز 4 أو 8 أسابيع أما في حالة استئصال كامل الثادي فيوصف العلاج الإشعاعي بعد العلاج الكيماوي إذا كانت الجراحة هي الأولى أما إذا كان العلاج الكيماوي هو الأول فيوصف العلاج الإشعاعي بعد الجراحة بفترة لا تتجاوز 12 أسبوعا العلاج الإشعاعي أثناء الحمل محظور في كل مراحل الحمل لأن الإشعاع يشكل خطرا كبيرا على الجنين حيث يسبب تشوهات قد تصل إلى الوفاة لذلك يجب مراجعة البروتوكول الجراحي حسب مراحل الحمل إذا تم تشخيص سرطان الثادي قبل الولادة بفترة تتجاوز 8 أسابيع فهناك خيارين إما الاحتفاظ بالحمل مع استئصال كامل الثادي والسلاس اللنفوية في الإبط ولا يوجد خيار الجراحة المحافظة أو إجراء جراحة محافظة لكن مع إجهاض الحمل أما إذا تم تشخيص سرطان الثادي في فترة قريبة من موعد الولادة فهناك خيارين حسب نوع وحجم الورم إما جراحة محافظة متبوعة بالعلاج الإشعاعي في فترة لا تتجاوز 8 أسابيع أو استئصال كامل الثادي والسلاس اللنفوية وتكون متبوعة بالعلاج الكيماوي ثم العلاج الإشعاعي على عكس الجراحة والعلاج الإشعاعي لذان يحتبران علاجان موضعيا فإن العلاج الكيماوي يستخدم نوعا أو أكثر من الأدوية السامة للخلايا التي تنتشر في كامل أنحاء الجسم دواعي استعمال العلاج الكيماوي عند المرأة الحامل وغير الحامل هي نفسها حيث يستعمل قبل الجراحة لتقليص ورم بحجم كبير أكبر من 3 سنتيمتر أو بعد الجراحة لتعقيم الجسم من الخلايا السرطانية المحتملة بقاؤها رغم أنه لوحظة احتمال أفضل للعلاج الكيماوي عند النساء الحوامل أكثر من غير الحوامل إلا أن الأعراض الجانبية تبقى نفسها فتساقط الشعر، التعب، الغثيان والقيء، فقدان الشهية، انخفاض التركيز والذاكرة وأهمها انخفاض خلايا الدم التي قد تسبب حما فقر الدم ومشاكل في تخصر الدم عادة تعود لطبيعتها من تلقاء نفسها وفي بعض الأحيان قد تستوجب استعمال عوامل النمو التي هي عبارة عن بروتينات في شكل حقن تأخذ تحت الجلد تساعد على تبقاثر خلايا الدم لكنها ممنوعة عند المرأة الحامل لاحتمال خطورتها على الجنين وعليه للوقاية من الانخفاض الحاد والخطير لخلايا الدم عند المرأة الحامل يتم تخفيض جرعات العلاج الكيماوي العلاج الكيماوي هو علاج ماسخ يسبب إجهاض وتشوهات للجنين لذلك فهو ممنوع في الفصل الأول من الحمل فترة تكوين أعضاء الجنين لا يمكن استعمال العلاج الكيماوي أثناء الحمل إلا ابتداء من الفصل الثاني أي ابتداء من الشهر الرابع حيث يكون الخطر أقل لأن المشيمة تلعب دور حاجز منيع يمنع مرور الكثير من الأدوية ابتداء من الأسبوع الخامس وثلاثين من الحمل أي ثلاثة أسابيع قبل الولادة يجب إيقاف العلاج الكيماوي لأنه قد يسبب نزيفا حادا أثناء الولادة وعدوى ميكروبات نتيجة انخفاض خلايا الدم ولا يستأنف إلا بعد ثلاث أسابيع من الولادة في الفصل الأول من الحمل العلاج الكيماوي خطير وممنوع لأنه يسبب تشوهات للجنين وإجهاض للحمل في الفصل الثاني والثالث لا يوجد دراسات كثيرة حول هذا الموضوع لكن ثلاث أو أربع أدوية التي تم دراستها لاستعمالها عند المرأة الحامل لا تسبب أضرارا خطيرة على الجنين كما لا يوجد دراسات حول الأضرار الجانبية عند المولود الجديد على المدى البعيد بعض الأدوية الكيماوية التي تستعمل لعلاج سرطان الثادي لا تستعمل عند المرأة الحامل مثل التكسان والأخ سابتين لأنه لا يوجد معلومات كافية حول آلية عملها ومدى خطورتها على الجنين العلاج الهرموني هو علاج يثبت عمل هرمون الأستروجين أو يخفض من إنتاجه في الجسم يستخدم في علاج سرطان الثادي كآخر مرحلة من العلاج لمنع تكاثل الخلايا السرطانية الحساسة للهرمونات اي اخ اش موجب وبالتالي الوقاية من عودة السرطان هناك ثلاثة أنواع من العلاج الهرموني أولا مضادات الأستروجين التاموكسيفان أو النورفا داكس في شكل حبوب تأخذ عن طريق الفم توصف للمرأة التي ما زالت دورتها الشهرية نشطة لمدة خمس سنوات على الأقل ثانيا مثبتات الأروماتاز أو الأغيمي داكس هي عبارة عن حبوب تأخذ عن طريق الفم توصف للمرأة بعد انقطاع الطمث لمدة خمس سنوات على الأقل مشابه جي آن اخ اش الديكابيبتيل وهو عبارة عن حقنة تأخذ في العضلة يوصف عند المرأة التي ما زالت دورتها الشهرية نشطة لمدة ثلاث سنوات مع النورفا داكس أو الأغيمي داكس العلاج الهرموني أثناء الحمل ممنوع في كل مراحل الحمل لأنه ماسيخ يسبب تشوهات الجنين وإجهاز للحمل سرطان الثدي المنتشر هو سرطان انتقل عبر الأوعية الدموية واللنفوية إلى أعضاء أخرى من الجسم مشكلا سرطانات ثانوية علاج سرطان الثدي المنتشر لا يستوجب الجراحة لأنها بدون فائدة ولا تؤدي الغرض منها باستئصال الورم ومنع انتشاره في الجسم علاج سرطان الثدي المنتشر يهدف إلى السيطرة على الورم ومنع تطوره لتحسين نوعية الحياة للمريضة يحتمد على العلاج الكيماوي مع العلاج الهرموني والعلاج المستهدف أو العلاج الإشعاعي لتسكين ألم أو تقليص حجم سرطان ثانوي في العظام أو الدماغ عند المرأة الحامل يجب مناقشة عدة احتمالات حسب مراحل الحمل إذا تم تشخيص سرطان الثدي المنتشر في الفصل الأول من الحمل فيجب إجهاض الحمل للبدء بالعلاج فورا حفاظا على حياة المريضة أما إذا تم تشخيصه في الفصل الثاني والثالث فهناك خيارين إما إجهاض الحمل والبدء بالعلاج دون تأخير أو مواصلة الحمل لكن يكون العلاج غير تام مع تحفيز الولادة ابتداء من الأسبوع السابع والثلاثون أتمنى أن تكونوا استفدتم وشكرا على المتابعة